بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مواقيت الصلاة وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت قال الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ثم ذكر أرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل سب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت أي أن الفوائد تؤدى أيضا جماعة طالما كان متمكن من ذلك وذكر هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما دخل المغرب بعدما دخل الغروب يبا على ذلك فات وقت العصر وكانوا قد انشغلوا في حربهم ضد الكفار وهذا الأمر قبل أن تشرع صلاة الخوف يبا هذا الأمر كان قبل صلاة الخوف يبا قبل هذا التشريع في صلاة الخوف لا يجوز بعد ذلك أن تؤخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها يبا هذا الكلام قبل نزول صلاة الخوف فقال في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه فتوضى لصلاة وضعنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب يبا أتى الأول بالفائتة ثم أتى بالحضرة طالما كان وقت الحضرة ما زال موسعا ما زال موسعا ماذا لو داق وقت الحضرة وكان هناك فائتة يبا عند ذلك لو داق الوقت يبا حيقدم الحضرة ثم يأتي بعد ذلك بالفائتة يبا لو كان دخل الوقت المغرب ولكنه مضى أكثر ذلك الوقت فلما يتبقى من وقت المغرب على الخروج إلا فطرة ضئيلة يعني لا يؤدي فيها إلا صلاة واحدة فعند ذلك نقول يؤدي الحضرة ثم بعد ذلك يؤدي الفائتة لأن الفائتة فائتة فلو أدى العصر وخرج وقت المغرب يبا المغرب أصبح أيضا من الفائت يبا أصلا يبا يقدم الصلاة بالترتيب طالما كان وقت الحضرة ما زال موسعا يبا قال صلى المغرب العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب المغرب ما زال وقت المغرب متسع لم تأتي وقت العشاب فقال من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت يبا جواس صلاة الجماعة لالفائتة جواس صلاة الجماعة لفائتة قلنا هذا الأمر قلنا قبل نزول صلاة الخوف لكن مع نزول صلاة الخوف يبا لا يجوز تأخير الوقت لا يجوز تأخير وقت الصلاة يبا حتى يخرج وقت العصر وبالتالي ندخل في الغروب هذا الأمر قبل نزول صلاة الخوف الشاهد من ذلك أنه صلى جماعة بالناس بالفائتة ثم بالحاضرة ثم ذكر باب أخر من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة وقال إبراهيم رحي الله من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري قال موسى قال همام سمعت يقول بعد وأقم الصلاة لذكري قال باب من نسي صلاة يبقى ما على هذا الإنسان قال فليصلي إذا ذكرها يبقى المطلوب أن يؤدي هذه الصلاة فقط أن يؤدي هذه الصلاة ولا يعيد إلا تلك الصلاة ولا يعيد إلا تلك الصلاة وذكر هذا الأثر قال إبراهيم رحمه الله من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة يبقى هو بيرد أساسا البعض إن فات مثلا الظهر ودخل وقت العصر وداق الوقت فلم يتبقى من الوقت إلا لصلاة واحدة يبقى بيقدم الحاضرة يبقى يقدم الحاضر يقدم صلاة العصر ولو أدرك من عصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك بالفائتة أو كما ذكرنا في رواية السابقة عن جابر رضي الله عنه ماذا لو داق وقت المغرب فلم يسع إلا صلاة المغرب يبقى لم يسع إلا صلاة يبقى حيؤد صلاة المغرب ثم على ذلك يصلي الفائتة من العصر هل يطر يلزم أن يأتي بالمغرب مرة ثانية محافظة على الترتيب فكان هذا الرد من إبراهيم رحمه الله قال من ترك صلاة واحدة عشرين سنة قال لم يعد إلا تلك الصلاة يبقى بيرد على قول من قال أنه يأتي مرة ثانية من أجل الترتيب يبقى يعيد الصلاة مرة ثانية من أجل الترتيب يبقى نتخيل كده المسألة يبقى فات وقت العصر ودخل وقت المغرب وداق الوقت فلا يسع إلا أن يؤدي المغرب حتى تكون حاضرة فلو صلى العصر أولا فلخرج الوقت تماما فأصبحت المغرب فائتة فنقول عند ذلك يأتي بالمغرب لأنها حاضرة وقد داق الوقت ثم يأتي بالعصر بعدها هل يلزموا يأتي بالمغرب مرة ثانية محافظا على ترتيب لا لا يعد إلا تلك الصلاة فقط وبالتالي كان هذا الرد من إبراهيم رحمه الله قال من ترك صلاة 21 سنة يعني حاله لو تذكر إنسان أنه مثلا من سنة أو من شهر يعني فاتت عنه صلاة ونسيها يطرى لما يقضي يقضي إيه يبقى يقضي هذه الصلاة قال هذه الصلاة فقط ولا يعيد وإن لو إحنا حنلزمه بالترتيب يبقى يعيد ترتيب كل هذه الصلاوات فلذلك هو يعني قال هذه نتصور هذه المسألة لو من 20 سنة نسيها الصلاة ثم تذكرها بعد 20 سنة يبقى ما على هذا الإنسان يبقى لا يؤدي إلى تلك الصلاة لا يعيد إلى تلك الصلاة فقط الفائتة ولا يلزمه عند ذلك الترتيب يبقى لو فات الصلاة ثم دخل الوقت التالي وداق الوقت فلم يسع إلا هذه الصلاة التي هذا وقتها يبقى أدى الصلاة ثم أدى الفائتة بعدها والترتيب يبقى هل يطرى حيراعي الترتيب يبقى على ذلك لا لا يعيد إلى تلك الصلاة فقط يعني كما قال ولا يعيد إلى تلك الصلاة كما ترجم الإمام بخيري رحمه الله وذكر هذه رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري يبقى لو نسي صلاة ثم تذكرها يبقى على ذلك يؤدي هذه الصلاة فقط يؤدي هذه الصلاة طب لو تعمد الترك يبقى أيضا يؤدي هذه الصلاة بيأسم طبعا بالتعمد وترك هذه الصلاة يبقى الناس لا يأسم لكن لو تعمد الترك يبقى قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها هذه رواية ليس لها مفهوم يعني هاش مفهوم مخالفة طب لو تعمد هل يطر يصليها أم لا يبقى لو إحنا قلنا لها مفهوم مخالفة يبقى من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها طب لو كان متعمدا كأن يعني في مفهوم المخالفة يبقى لا يأتي بهذه الصلاة لأنه تعمد الترك لكن لا ليس لها مفهوم يبقى ليس لها مفهوم ما الناس يا صلاة خلي صلي إذا ذكرها ولا كفرة لا إلا ذلك ولا يأثم بذلك لو يتعمد الطار يبه يأتي بهذه الصلاة ويستغفر ويتوب ويأثم بتعمدي لكن لا تبرأ الزمة ولا تسقط هذه الصلاة عن الإنسان يبه زي بالضبط كده الإنسان الذي أفطر عامدا أفطر عامدا يبه لو صامت ضارب أكمله يبه لا يوفي حق ذلك اليوم ده من ناحية الإثم لكن ماذا عليه يبه عليه قضاء قضاء ذلك اليوم يبه من أفطر عامدا من غير وط فعلى ذلك أكل عامدا شرب عامدا في نهار رمضان ماذا عليه يبه نقول أنه لابد أن يستغفر ويتوب ويلازم استغفاره التوبة حتى يرفع عنه ذلك الإثم لكن كما أبين للنبي صلى الله عليه وسلم لو صامت ضارب أكمله يبه لا يوفي ذلك اليوم وأنه عشان يبين شدة هذا الوعيد والتهديد وأن الأمر ليس مجرد يوم أفطره فقط وحيقضي ذلك اليوم من ناحية الفقهية يبه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم والاستغفار والتوبة الاستغفار والتوبة إلا في حالة طبعا لو تعمد الفطر عن طريق الجماع يبه عليه كفارة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المقصد من ذلك يبقى لو أفطر عامدا واجب عليه قضاء الاستغفار والتوبة لو ترك الصلاة عامدا واجب أن يؤدي هذه الصلاة وأيضا يستغفر ويتوب ثم ذكر باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى ثم ذكر هذه اللوية عن جابر أينر رضي الله عنه وقال جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب يبقى قلنا الكلام ده لما يكون وقت المغرب مازال موسعا لو ضاق فلا يسع إلا لصلاة واحدة يبقى يصلي المغرب أنها حاضرة ثم يصلي بعدها الفائتة العصر وبالتالي بعد ذلك لا يراعي الترتيب لكن في هذا المسألة لماذا راعي الترتيب لأن وقت المغرب مازال موسعا يبقى هذا إنسان نام وما استيقظ إلا بعد المغرب فماذا يصنع يبقى يتأضى ويصلي العصر ثم المغرب طب أخيمة الصلاة فعلى ذلك لو صلى المغرب مع الجماعة يبقى يلزموا أن يأتي بالفائتة اللي هي العصر بعد المغرب بعد المغرب يبقى طالما كان وقت المغرب موسعا أما لو ضاق لأتى بالحاضرة أولا ثم الفائتة قال باب ما يكره من الصمر بعد العشاء باب ما يكره من الصمر بعد العشاء ثم ذكر عن أبي المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة وقلنا المقصود من السؤال هو بيان توقيت الصلوات بيان توقيت الصلوات يعني لم يسأل عن كيفية أداء الصلاة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة يبقى على ذلك يبقى لا يقصد في سؤاله هو طلب كيفية أداء الصلاة ولكن كان في سؤاله يطلب ما هي مواقيت الصلوات كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أجاب أبو برزة الأسلامي رضي الله عنه قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس يذكره وقت صلاة الظهر عند الزوال وأن الزوال معناها أن الشمس كانت في كبه السماء في وسط السماء بين المشرق والمغرب ثم بعد ذلك بدأت في الزوال أي تتجي ناحية الغروب فعند ذلك واجب الزوال بزوال الشمس من منتصف السماء لذلك قال كان يصلي الهجير يبقى كان يصلي الزوال في بداية التوقيت وهي التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أخصى المدينة قال والشمس حية والشمس حية يبقى ما زالت الحرارة موجودة في الشمس لم تسقط معا يبقى كان يصلي عصر أيضا في بداية الوقت ونسيت مقايا في المغرب قلنا النسيان ده من الراوي ليس من أبي برزة الإسلامية رضي الله عنه قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة وكان يستحب أن يؤخر العشاء ومرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأىهم قد اجتمعوا عجل وإذا قلوا أو تأخروا كان يؤخر يبقى كان صلاة العشاء لو اجتمع القوم لماذا حتى لا تكن مشقة يبقى يعملون بالنهار بالعمل الجاد وبالتالي يبقى يصلون فعلى ذلك لم يشق عليهم هذا الأمر أما إن تأخروا في الاجتماع كان يؤخر الصلاة وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أفضل توقيت تؤدى في صلاة العشاء يبقى في آخر ثلث الليل الأول أو إذا ذاب أو في آخر شطر الليل الأول ويبقى داء الوقت لكن لماذا ترى لم يوظم على ذلك لوجود المشقة في اجتماع الناس في ذلك التوقيت في ذلك التوقيت ويبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتمى بصلاة العشاء وخرج على الناس وكانوا قد رقدوا في أماكنهم ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبشر هؤلاء أنهم ما زالوا في صلاة طالما كانوا ينتظرون الصلاة وذكر لولا أن يشق على أمتي لكان هذا هو الوقت يبقى داء وقت للصلاة هذا الوقت الفاضل ولكن لما كان بيرى حسب أحوال الناس لو اجتمعوا يبقى يعجل لو كان تأخروا وتبطأوا كان يؤخر فلذلك قال أبو برزة رضي الله عنه وكان يستحب أن يؤخر العشاء بس كل ده حسب اجتماع الناس أي أن الإمام لابد أن يراعي أحوال الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام أن يخفف في صلاته لماذا هناك الضعيف وهناك المريض وهناك من كانت له حاجة يبقى يراعي أحوال المصلين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويطريد أن يطول في الصلاة فعلى ذلك يسمع بكاء الصغير فيتجوز في صلاته يعني أنه حتى يكون شفقة على أمه وأنه عرغم أن المرأة مش مطلوب منها أن تصلي الجماعة يعني ليس من أهل الجمعة ولا الجماعات ولكن انظر إلى ذلك الرفق والشفقة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للناس في الصلاة ويريد أن يطول في القراءة فيسمع بكاء الصغير فماذا يصنع إذا كان يتجوز في صلاته يعني يتجوز في القراءة قلنا لماذا حتى لا ينفطر قلب هذه الأم على الرغم منها لا تطالب بالجماعة ولا الجماعات ومع ذلك الشفقة علمنا دايما أن الإمام مش مجرد إمام كده بتصطف الصوف خلفه ولكن لابد من مراعاة للناس ولابد أن يلتمس الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم كإمام إذا رأى قوم اجتمعوا كانوا أعجل وإذا رأىهم يتأخروا معنى ذلك أنه يعلم من يصلي معه يصلي فتأخر الناس ينتظر برها من الوقت حتى يكتمعون فعلى ذلك تعجلوا يبع على ذلك كانوا أعجل بهم الصلاة يبعا دا كان الحال دايما للإمام لابد له من مراعاة الناس إلا في مغارضة فيه الدليل كصلاة الكسوف كما سيأتي يبعا دي صلاة أصلا بيطول فيها الإمام القراءة لأنها صلاة مرتبطة بظاهرة مرتبطة بظاهرة فعلى ذلك لا يراعى في هذا الأمر يبعا لأنها مرتبطة بظاهرة يبعا حتى تنجلي هذه الظاهرة سواء بها كسوف الشمس أو القمر يبعا على ذلك كان يطول بهم في القراءة كما سنذكر بذي الناس محمد تعالى لما نأتي إلى الكلام عن صلاة الكسوف فلذلك قال وكان يستحب أن يؤخر عشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها لذلك ترجى بالنمان بخاري باب ما يكره من الصمر بعد العشاء يبعا بعد العشاء يبعا كان يكره الصمر لماذا؟ وكان إن فاتن صدغة قلنا مخافة أن يضيع على الإنسان أو يفوت على الإنسان قيام الليل يبعا قد يطول به الوقت والزمان في الحديث فينشغل بذلك فإذا رقد لا يستيقظ إلا مع الصبح فيفوت عند ذلك هذا الفضل العظيم وهو قيام الليل وهو قيام الليل يبعا على ذلك لابد من تنظيم وترتيب أوقات الإنسان وحياة الإنسان ترتب بناء على هذه الفضائل يبعا بناء على هذه الفضائل أيضا يعني مخافة أن ينسل للإنسان وقت الفجر دون أن يؤدي الفجر في جماعة أو ينسل الوقت بأكمله أو ينسل الوقت بأكمله نامه متأخرا من الليل فلم يقوى على أن يستيقظ مع صلاة الفجر ولكنه ما استيقظ إلا نتيجة حرارة الشمس أو بعدما ارتفعت الشمس يبعا ليس في النوم تفريد بس ما يكونش ده حالي الإنسان يكونش ده حاله يبعا ليس في النوم تفريد يبعا هذا الكلام يبعا يكون على الندرة ينفات منك ذلك الأمر لكن في كل يوم يبعا ينسل منك الوقت ولا تصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس يبعا مش ده هو ده المقصود يعني ليس هذا هو المقصود يبعا ليس في النوم تفريد هذا ينام وبالتالي على ذلك يعني يقوم حين أو يستيقظ حين يعني مضي ذلك الوقت نقول لكنه لم يأخذ به الأسباب المشروعة من أجل أن يستيقظ ذلك التوقيت فهو غير مهتم يبعا نجد أن طبقة تبقى غير مهتمة بذلك الأمر يبعا ليس في النوم تفريد ده في حق الإنسان المكتهد في مسألة العبادات الحريص على أداء العبادة في وقتها يعني كما نقول أن الله تعالى غفور الرحيم لكن لا تبارس رب سبحانه وتعالى ومعصيها تقول أنه غفور الرحيم يبعا على ذلك هو لم يفهم المسألة هو غفور الرحيم أن حتى لا نيأس من رحمة الله ولا يؤسنا الشيطان وبالتالي على ذلك غفور الرحيم فانزلت قدم الإنسان عادة وتابة وأنابة إلى رب سبحانه وتعالى ويستغفر رب سبحانه وتعالى لا يعلم أن رب غفور الرحيم لكن لغير المصر على فعل المعصية غير المصر على فعل المعصية لما يقول أن رب غفور الرحيم نقول لا أنت لم تفهم يعني هو هذا إنسان جاهل لما بيستند أن الله تعالى غفور رحيم فيتجرع على فعل معصية لا ليس معناها كده يعني غفور رحيم أن حتى لا نيأس من رحمة الله وكذلك الشيطان ييأس إنسان من رحمة الله فالله تعالى غفور رحيم زلت القدم دون إصرار منه على فعل معصية فعلى ذلك نقول لو اعلم أن ربك سبحانه وتعالى يغفر الذنب طوب إلى ربك سبحانه وتعالى وأنت ينبغى أن تستقم على أمر ربك سبحانه وتعالى لكن على ذلك يبارز رب المعصية ويصر على فعلها يقول أن ربك غفور رحيم هو غفور الرحيم ولكن ده مفهوم خاطئ دايما بيقع الإنسان نتيجة المفاهيم الخطئة يقع في هذه المخالفات نتيجة المفاهيم المغلوطة يبقى تخيل كده ليس في النمو تفريد يبقى معنى كده يترك نفسه ينام ولا يستيقظ يومين إلا بعد شروق الشمس يقول لا ليس هذا المقصود يبقى المقصود أن أنا أكتهد وأحافظ على أوقات الصلاوات لكن إن سل منك مرة فعلى ذلك يبقى هذا عذر العذار الشرعية لأنه لم يقصد ذلك ولا يتمنى في حاله هذا الأمر لا يتمنى أنه تفوت الصلاة وكذلك لا يقصد هذا الأمر غير أنه يتساهل يعني ليس مهتم بتوقيت الصلاة متى استيقظ صلاة؟ يعني متى استيقظ؟ يبقى على ذلك ليس في النوم تفريد يبقى هذا الأمر بالنسبة لمن ينسل منه ذلك الوقت دون إصرار أو أنه يستهيم بذلك الأمر لكنه ترى محافظا على الطعاة على الصلاة في وقتها قال والحديث بعدها يبقى على الصمر أنه حتى لا ينسل منك الوقت ويفوت عنك ذلك الفضل وهو صلاة الليل ده الأمر الثاني حتى لا ينسل منك الوقت وتستخذ بعد الصبح فيفوت ذلك الوقت وقد لا تؤدي الفجر فيه جماعة وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة يبقى كان ينفتل من صلاة الغداء صلاة الفجر حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأه من الستين إلى المئة معنى الكلام أنه كان يصلي الفجر بغلس إحنا مرت علينا رواية عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن النساء كنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبنا إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس لا يعرفهن أحد من الغلس يبقى كانت يبقى فداية التوقيت يبقى يصلي الفجر وينتهى لكن يعرف كل أحدنا جليسه يبقى يعرف اللي جنبه يبقى يكون قلت تضحت الرؤية يعني يعرف من فلان الذي إلى جواره لكن لم يظهر الضوء بعد لم يظهر الضوء فكان هذا معناها أنه كان يصلي الفجر بغلس أي في الظلمة يعني يصلي الفجر بظلمة وكذلك أنصرف من صلاته بعد ذلك حتى يعرف أحدنا جليسه ويقرأ ستين ألماء ثم ذكر باب الصمر في الفقه والخير بعد العشاء يبقى ما يكره من الصمر بعد العشاء ثم ذكر باب الصمر في الفقه والخير بعد العشاء يبقى حيُعقد هذا الدرس بعد صلاة العشاء يبقى جاهز أنه لا نتأخر به عن قيام الليل ونتأخر به عن صلاة الفجر يبقى هذا أيضا من الخير الذي لا يفوت الإنسان يبقى نجيش كان يقول يا ده كان بيكره الصمر بعد العشاء ثم فيه درس حيُعقد بعد صلاة العشاء يبقى على ذلك ننتبه يبقى حضور الدرس لا يؤخر هذا الإنسان عن قيام الليل لأنه مهما امتد الوقت يبقى وقت ليس بالكثير ويتبقى من الليل الوقت الطويل فعلى ذلك يبقى جواز هذا الأمر يبين جواز هذا الأمر لأن البعض قد يتشبث في قرية الحديث بعد ادنوه لكن لعلة بعد العشاء ده العلة يبقى هذا العلة إيه العلة؟ قلنا حتى لا يسلم منك الوقت وبالتالي يفوت عنك هذه الفضيلة قيام الليل أو يسلم منك الوقت فلا تستيقظ إلا عند الفجر أو يفوت عنك الفجر يبقى على ذلك يبقى فيها تنظيم لحياة الإنسان وتنظيم أيضا لأوقاته كيف يستثمر هذه الأوقات؟ يبقى على ذلك استمر بعد العشاء يبقى فيها أكثر الدروس بتبقى خاصة في الشتاء بتبقى بعد العشاء لقرب العشاء لقرب وقت العشاء والليل بيمتد يعني الليل بيطول بيمتد فعلى ذلك يبقى بيعقد هذه الدروس في غالية بالأوقات ما نمسكش بقى نتشبث بقى ونقول ده كان يقرأ الحديث بعدها وبالتالي أنا أعمل بذلك ولابد من تصحيح المفاهيم صحيح المفاهيم كان فعلا يقرأ النوم قبلها قلنا لماذا؟ لعلة هو مخافض أن يفوت عنك وقت الاختيار أو يفوت عنك صلاة الجماعة في صلاة العشاء في جماعة كان يقرأ الحديث بعدها لماذا؟ أن حتى لن ينسلم منك الوقت فتترك هذه الفضيلة من قيام الليل أو أنه قد يفوت صلاة الصبح كنتيجة أنه نام متأخرا في وقت متأخر من الليل يبا ديه علل وبالتالي الحكم دائما يدور مع علته فبين هنا أيضا السمر في الفقه والخير بعد العشاء ثم ذكر رواية عن قرى بن خالد رحمه الله قال انتظرنا الحسن أي الحسن البصري وراس علينا أي ألط علينا تأخر في الخروب حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيرانون هؤلاء ثم قال قال أنس رضي الله عنه نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يبا يعني انتظروا انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغ فجاء فصلى لنا ثم خطبنا وذا الشاهد من الكلام يبا بعد صوت العشاء خطب في القوم وتكلم معهم فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة منتظرتم الصلاة قال الحسن رحمه الله وإن القوم لا يزالون بخير منتظروا الخير يبا قال السمر في الفقه والخير بعد علشاء وكان هذا الشاهد كما استند الحسن البصري رحمه الله لما أبطى في الخروج على الناس وكانوا قد اعتادوا أنه يجلس في ذلك الوقت لكي يعلم الناس أمر الدين ولكنه تأخر عن الحضور في ذلك المجلس حضور المجلس في ذلك التوقيم فجاء فقال دعانا جيراننا بيقول العل طرف التأخير يبا تأخر لذلك العذر قال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس رضي الله عنه نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أي انتظر النبي سبحانه وتعالى من الخروج لصلاة العشاء حتى شطر الليل أبلغه يعني حتى قرب على شطر الليل فجاء فصلى لنا ثم خطبنا يبقى خطبهم بعد صلاة العشاء فلذلك ترجم السمر في الفقه والخير بعد العشاء يبقى مش في الفقه فقط الخير بصفة عامة في أمر الطعات يعني في أمر الطعات بصفة عامة في دروس العلم في تعلم العلم واكتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسناه فيما بينهم إلا نزع عيون السكينة رشاده الرحمة حفظه لك ذكران الله في من عنده قال ثم خطبانا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقضوا وأنكم وإنكم لم تزالوا في صلاة منتظرتوا الصلاة قال الحسن وأن القوم لا يزالون بخير منتظروا الخير إبقى لا يزالون بخير منتظروا الخير إبقى حتى لو كان الانتظار من أجل درس العلم تأخر المعلم فعلى ذلك يترى أن ينفض المجلس إبقى ممكن ننتظر لعله تأخر ولكنه سيأتي كما فعلوا ألاه مع الحسن البصري رحمه الله إبقى في التوقيت الذي اعتادوا أن يلتقوا فيه مع الحسن البصري تأخر في ذلك اليوم ولكنهم ما زالوا ينتظرونه حتى جاء ثم ذكر العذر ما سبب التأخير يعني ما سبب التأخير ثم قال بعدما استند إلى هذا الدليل وجه هذا الدليل وأنه ده فق العلماء يعني هذا فق العلماء وجه الدليل كيف وجه الدليل قال لهم النبي صلوا ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لنتظروا في صلاة منتظرتم الصلاة يبقى طالما هو منتظر الصلاة يبقى هذا من باب الخير يبقى الصلاة من باب الخير فعمم المسألة ولذلك قالوا إن القوم لا يزالون بخير منتظروا الخير انتظروا الصلاة انتظروا مجلس علم مجلس ذكر يبقى ده كل من باب الخير يبقى على ذلك يبقى استند إلى هذا الدليل تدليل خاصة أو جاي في مسألة الصلاة والكلام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناس قد صلى وثم راقدوا وإنكم لم تزاوا في صلاة منتظرتم الصلاة يبقى فقه العلماء إزاي يعدي ذلك الأمر الصلاة دم من باب الخير يبقى هو الباب أشمل من هذا الأمر أو الكلام أشمل وأعم من أن نقصر هذا الأمر على الصلاة فلذلك قالوا إن القوم لا يزالون بخير منتظروا الخير هم كانوا ينتظرون إيه لكن كانوا ينتظرون حضور الحسن البصري رحمه الله حتى يعني يستمعوا ويتعلمون من علمه فعلى ذلك بتنتظر المعلم حتى يأتي تأخر يبقى تأخر يعني دقائق أو غير ذلك يبقى تنتظر حتى يأتي حتى يأتي وإذا لم يأتي حتى أنت في التظار الخير يبقى هذا ليس بالوقت الضائع يعني البعض كده بيظن أن هذا من الأوقات الضائعة ليست من الأوقات الضائعة أنت في خير وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو الإنسان صلى ثم مكث في مصلاة ولم يحدث ولم ينصرف هناك ملائكة يدعون له يستغفنوا له الله مغفر له الله مرحم ما لم يحدث ما لم ينصرف يعني في منان كثيرة جدا في منان البعض كده بيضيق صدره عند ذلك إذا تأخر المعلم فعلى ذلك لعله مهن عذر وبالتالي هو لما جاء اعتذر له للقوم وبين العذر الذي سوى تأخر عنهم فعلى ذلك أنت ما زلت في صلاة أنت ما زلت في خير طالما كنت منتظرا ذلك الخير ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد فأهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الحديث عن مئة سنة وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تأخرم ذلك القرن يعني المفهوم أن البعض فهم أن هذه نهاية الدنيا قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة حياتي مئة سنة من هذا التوقيت لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد كلام صريح جدا قال لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد كل ما يعيش في ذلك التوقيت يبقى لا تأتي ما السنة إلا وقد رحل عن الدنيا فوهل الناس يبقى فزع الناس فزعت من ذلك الأمر وبالتالي البعض فهم هذا الأمر بصورة خاطئة فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون هذه الحديث مئة سنة يعني ظنوا أن عمر الدنيا مئة سنة ففزع الناس من هذا الأمر وفهموا المفهوم بصورة خاطئة أن ده معناها عمر الدنيا الباقي فقال وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن يعني ممن هو يعيش الآن على ظهر الأرض قال لا تأتي مئة سنة إلا وقد رحل هؤلاء لكنه لا يقصد بذلك الكلام عن عمر الدنيا لا يقصد بذلك عن عمر الدنيا ثم ذكر إبا باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء جهاز هذا الأمر ثم ذكر أيضا وختم باب مواقيت الصلاة بهذه الترجمة باب السمر مع الضيف والأهل قال باب السمر مع الضيف والأهل حتى إبا لو كان السمر في أمر مباح ولكن كما بينا لماذا كان يكره الحديث بعد العشاء إبا لا ذع الا مخافة أن ينسل ويتأخر الإسام في الوقت وبالتالي يفوت عنه هذه الفضيلة من قيام الليل أو يتأخر في الوقت وبالتالي يرقد متأخرا في الليل وبالتالي قد يفوت عنه صلاة الفجر سواء توقيت صلاة الفجر أو أنه يفوت عنه ذلك الفضل أن يؤدي الفجر فيه جماعة فبين أن هذا الأمر جواز السمر بعد العشاء طالما حيستطيع أن يحفظ على هذه الأمور ثم ذكر باب السمر مع الضيف والأهل يبقى باب السمر مع الضيف والأهل ذكر في رواية عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي فالأهل قال أمرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليات العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت لهم رأته ما حبسك وما حبسك عن أضيافك وقالت ضيفك قال أو مع الشيتيهم قالت أبوا حتى تجيه قد عردوا فأبوا قال فذهبت أنا فاختباته فقال يا غنصر فقد دعا وسب إذا بيقول يا جاهل أو يا أحمق فقد دعا وسب في ولدي وقال كل لها نيئا فقال والله لا أطعمه أبدا وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها كان هان حتى شبعه وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر لها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال المرأة يا أختي بني في راس ما هذا قال يا أختي بني في راس ما هذا قالت لا وقرة عيني إلا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل من أبو بكر وقال إنما كان ذلك الشيطان يعني يمينه لما أخسم ألا يطعم من هذا الطعام ثم أكل منها لقمة ثم حملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال الشاهد من هذا الكلام كما ترجم الإمام بو خرير رحمه الله باب الصمر مع الضيف ولا باب الصمر يبه هذه من الأمور المباحة لو كان الصمر في أمر مباح يبه ليس بالحكم واللزوم أن الصمر يكون في مجلس علم فقط أو في صلاة وبالتالي يتكلم بعد العشاء أو خطب الناس أو غير وعظ الناس لكنه أيضا يجوز الصمر الصمر بعد العشاء في الأمور المباحة سواء كان مع الآل أو الضيف ولكن يحافظ الإنسان على ألا ينسلم له ذلك الوقت ويضيع عليه هذه الفضائل يضيع عليه هذه الفضائل من قيام الليل أو حضور الفجر في جماعة وإدراك الفجر في جماعة يبه هذا أمر مباح هذا أمر مباح قلنا مع محافظة الإنسان على وقتي وعلى أداء تلك العبادات فذكر هذا الشاهد يعني أن هؤلاء الأضيف يبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنده بعد ما صلى معه العشاء ولما جاء بيّنت يعني زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الأضيف لم يطعموا وكانوا ينتظرون أبو بكر حتى يأتي فتعشى يبه هذا من الأمور المباحة يبه هذه من الأمور المباحة يبه الصمر مع الأهل أو الصمر مع الضيف أو الصمر المباح ولكن أيضا في المقابل أحافظ على هذه الثوابت نعتبر دي ثوابت يبه دي ثوابت حيات الإنسان يبه لا أن شغل بأي شاغل عن قيام الليل إلا أن كان يعني شاغل يعني حياتي وبالتالي يمنع الإنسان من ذلك الأمر وبيّننا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شغله شاغل عن قيام الليل لنتيجة انشغال بالوفود أو غير ذلك أو أنه كان بحالة لا يقوى على القيام بها نتيجة المرض أو غير ذلك إبه كان يقضي ذلك بالنهار كان يقضي ذلك بالنهار يحافظ يبه المحافظة على هذه كأنها ثوابت يبه ثوابت حيات الإنسان يبه قيام الليل كيف ندخل قيام الليل في أوقاتنا وكيف أيضا نثبت ذلك الأمر في واقع حياتنا الأمر محتاج إلى مجهدة النفس ومحتاج إلى أعادة تنظيم الأوقات هي مسألة تنظيم حياة وتنظيم أوقات يعني لما أنا نظر كده يطر الذي يصلي الليل يبه كيف استطاع أن يوضب على ذلك كل ما في المسألة أن هي تنظيم للأوقات يعني تنظيم للأوقات يبه تنظم ذلك الوقت فحنجد أن يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى بيوفق الإنسان إلى فعل تلك الطعاة لكن لما أنا لأنشغل بذلك الأمر فمتى سنقوم الليل إلا من نقوم الليل في فصل الشتاء يعني الشتاء دربيع المؤمن قصر النهار فصمنا وطال الليل فقمنا يبقى تخيل كده العشاء يعني العشاء الساعة السابعة يبقى تخيل كده لو حينم هذا الإنسان على يعني الساعة السنة عشر كده يبقى أمامه وبينه بالفجر أكثر من خمس ساعات يبقى نقول من الساعة السابعة بعدها ده صلاة العشاء لغاية حتى هذه الساعة يبقى نقول ده خمس ساعات من بين العشاء لغاية يعني ينتصر في الليل فعلى ذلك نقول ده وقت منتد ده لو حينام يعني خمس ساعات في الليل نام خمس ساعات كل هذا الأمر بيبقى بالتدريب يعني الأمر ده بترويد النفس والتدريب يعني على ذلك لا تسلم الوقت لنفسك حيضيع ولكن أنا بحتاج إلى مجادة النفس يبقى إلا فلان ده يقيم من الليل يبقى كيف سطاع قلنا مسألة تنظيم وقت فقط تنظيم بس مجرارة الحياة تنظيم مجرارة الحياة اعتقد أنه هو يتأخر فيه بالليل وطبعا أيضا من قيام الليل لما يمكث لدراسة العلم يعني دراسة العلم لقيام الليل اختطاع هذا الوقت يبقى لله سبحانه وتعالى نحييه عحيب إيه ممكن نحييه بالاستغفار بأيضا مذاكرة العلم طبعا بالصلاة يعني كما بيّن لنا وكما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكسوف لو حدث ماذا نصنع ماذا نصنع قال ففزعوا إلى الله بالصلاة مش فقط كده قال لنا بالدعاء قال لنا بالاستغفار قال لنا بالعتق قال لنا بالصدقة يبقى تعميره يعني ذلك الأمر يبقى تنشغل عند وجود هذه الآية بطاعة الله سبحانه وتعالى يبقى إلا ما نشغل بالصلاة ما يمكن أن تكون المرأة حائد فماذا تصنع المرأة عند ذلك ماذا تصنع يبقى عندنا الدعاء عندنا الاستغفار عندنا الصدقة فكذلك إحياء الليل يبقى إحياء الليل يبقى بأي باب من أبواب الخيرات يبقى بمذاكرة العلم يبقى بمذاكرة العلم طبعا العلم الشرعي والله أنا حراجع هذا الورد من القرآن حبدأ وثبت الحفظ يبقى الاستغفار التوبة يبقى ورد من التسويح الدعاء كل ده يبقى أنا أقططع اقططع جزء من الليل وأحيى هذا الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى وأحيى هذا الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن المسألة محتاجة إلى تنظيم للأقت كيف أنظم ذلك الوقت كيف أنظمه يبقى أنا محتاج أن أنظم وقتي وبالتالي لو لم يكن ذلك التنظيم ستظل حياة الإنسان كده يبقى لو أنا نظرت حاجة أوقات كثيرة مهضرة فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وإنما لما نجي نتكلم عن الفراغ يبقى إياك أنك أنت تتخيل وتتصور إن هذا كلام موجه على من يجلس على المقاهي لا ده الكلام ده موجه إليك إنت موجه إلي أنا فكيف أنظر فعلا إلى هذه الأوقات التي انسلت من وقتي وبالتالي مضت دون أن أستثمر هذه الأوقات فيه أوقات مهضرة يعني فيه أوقات مهضرة لما ننظر كده مجموع الأوقات دهيت يعني منقوء مجموع الأوقات قلنا بالضبط كده لما يكون إنسان يعني يلبس الجورب فعلى ذلك لو كان فيه قطعة لو كان فيه قطعة قال لو قطع يسيري يبقى يجاز المسح عليه طب هو خرق بسيط ولكن متعدد طب مجموعه يبقى يعمل خرق كبير يبقى هذا لا يصلح أن يمسح عليه طب مع أن كل خرق منفرد كده بسيط جدا لكن لما تجتمع يعني جميع هذه الخلق سنجد أن هذا خرق كبير فكذلك المقصد من هذا الكلام ومنتج به أن الأوقات كيف تقدر الأوقات ممكن أجد هنا خمس دقائق ممكن أجد عشر دقائق هنا ربع ساعة اجمع بقى المهضر من وقتك في اليوم ممكن يبقى بالساعات مع أنه هو مش ساعات كده متصلة لكن هي ساعات منفصلة لكن اجمع أنت الأوقات دهية فقد نستهين إحنا بهذه الدقائق هنا دقائق معدودة خمس دقائق هنا عشر دقائق هنا مثلا أكثر من ذلك أقل اجمع مجموعة دقائق دهية ستجد ممكن تمثل في ساعات الساعات دي مش متصلة وكأنني لا أشعر بإهضار هذا الوقت إلا لما تكون ساعات متصلة ومطولة لا حتى لو كانت أوقات يسيرة لأن الأوقات اليسيرة دي من الممكن أنا أردت فيها حتى لو آية ده لا أقول لك ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالية يبقى تخيل توقيت كده يبقى كان أستطيع أن أردت فيها هذه الصورة القصيرة قل هو الله أحد أنا بذكر صفات الرحمن سبحانه وتعالى وكذلك القرآن يعني دي عبودية الله سبحانه وتعالى فطبعا لما أنا أقرأ بس قل هو الله أحد يترى كم من الوقت حيمر ده قد دئيل جدا يعني وقت دئيل جدا يبقى تخيل ده وقت يبقى قرأنا فيه هذه الصورة يبقى ده وقت مهضر لو إحنا ما قررناش يبقى وقت مهضر حياة المسلم لابد أن تكون منظمة ولابد أن يكون مدركا لأهمية ذلك الوقت مدركا لأهمية الوقت واللي حينسل منا هذا الوقت ويبقى لحظات مهضرة فالمسألة محتاجة إلى إعادة النظر مرة ثانية في أوقاتنا وفي تقسيم وتنظيم الأوقات وتنظيم حياتي هنقول أن الصلاة دي بتنظم حياة المسلم الصلاة دي بتنظم حياة المسلم يبقى على ذلك كم من الوقت يكفيك للنوم يبقى عدد معين يبقى تنتبه كده تنتبه ما ندياش علي الوقت كده ونقضي الأوقات لغاية لما يقضي ذلك الوقت وبالتالي ينسلم مننا هذه الفضيلة يبقى دايما كده الأوقات منظمة حياة الإنسان وحياة المسلم لابد أن تكون منظمة ويقولنا ده رأس مالنا استثمارنا يبقى لما رأس مالي لا يصلح أبدا رأس المال أعطل عن العمل يبقى رأس المال يبقى نقول هذا رجل عنده أموال طائلة ولكن معطلة عن العمل يبقى معطلة فكذلك نحن عندنا هذا ورأس المال يبقى عمر الإنسان أو قاتل الإنسان فده رأس مالنا يبقى رأس مالنا كيف أستثمار رأس المال يبقى لما أقول لك لك صفقة صفقة يبقى على ذلك تضع فيها هذا المال وقدمك صفقات متعددة يبقى حنبحث عن افضل صفقة تحقق لنا الربحية مش ممكن كده اختار صفقة عشوائيا ولكن ده التاجر عنده اموال وبالتالي حيستثمر الاموال في صفقات تجارية وقدمه نقول خيارات بدائل ماذا يختار يبقى حيختار الصفقة التي تحقق له الربحية تحقق له الربحية ونقول قد يكون صفقة تحقق له الربحية اقل ولكن رأس المال يضر بسرعة فعلى ذلك من الممكن في ذلك التوقيت ان يعقد ثلاثة فقط مثلا فعلى ذلك تحقق له كل ده نقول بالحسابات يعني كل ده بالحسابات فعلى ذلك افضل طريقة استثمر بها ذلك الوقت يبقى افضل صفقة نستثمر بها ذلك الوقت ده المسلم حياته يبقى عندنا جد واكتهاد ونظر دائم يعني مش هي مرة واحدة أنا نضع الخطة يعني بالنسبة لتنظيم الوقت فقط ولكن محتاج الى متابعة محتاج دايما الى متابعة فلذلك ترجم وختم الامام بخاري رحمه الله باب الصبر مع الضيف والاهل يبقى فيه الامور المباحة ثم بينتقل بعد ذلك الى الكتاب العاشر وكتاب الاذان وافتتح ذلك الامام بخاري رحمه الله بقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاذان وثم ذكر اولى الترجم باب بدء الاذان وقوله عز وجل واذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبة ذلك انهم قوم لا يعقلون وقول سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نرجع عن كلام الذين سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك